ترجمة نانسي قنقر فريق السلامة والطوارئ التابع لمعرض البحرين الدولي للطيران يستعد لتنفيذ تمرين خطة الطوارئ الجهة المنفذة قوة دفاع البحرين المشاركون في التنفيذ الدفاع المدني بوزارة الداخلية ورجال الحرس الوطني إلى جانبهم شؤون الطيران المدني وشركة مطار البحرين هذه الخطة على أساس توحيد المفاهيم بين جميع العاملين في خطة الطوارئ وعندنا الكثير منهم من الجهات الحكومية والمدنية التي تشترك في هذا التمرين وسيشمل تمرين اليوم كافة تدابير الأمن والسلامة التي تضمنتها خطة فريق الطوارئ التابع لمعرض البحرين الدولي للطيران وبما فيها أيضا التدريب على إخلاء المصابين إلى المستشفى بدأ التمرين بتلقي بلاق الحادثة الجهات المعنية تتسارع إلى الموقع كل يأخذ موقعه ومن ثم يباشر دوره يتم أخلاء الطائرة من الركاب المصابين لتقديم الإسعاف اللازم في تلك الخيام التي تم نصبها بوقت قياسي جانب موقع الحادثة نهدف من خلال تطبيق هذا التمرين التأكد من جاهزية قاعدة الصخير الجوية وتأسيس الاتصال مع جميع الجهات المشاركة في التمرين والتأكد من سلامة وتأمين معرض البحرين الدولي للطيران أما الحالات الحرجة فيتم نقلها مباشرة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج عن طريق سيارات الإسعاف أو المروحية إذا تطلب الأمر ذلك بسام نبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين